بسم الله الرحيم والصلاة والسلام وعلى أبوث الرحمن العظيم أذكار عظيمة ومهجورة تقال عند سماع الراض يعني لا يعلمه أكثر الناس ومن علامة الساعة انتشار الجهل بين الناس واندثار السنن ورفع العلم ولا حول ولا قوتل بالله فإحياء السنن سواء كانت سنن أو أذكار له فضل عظيم عند رب العالم الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث من أحيا سنن قد ماتت أحيا الله قلبه لما تبوت القلوب فالأسكار الحول لحضركم دي من السنن العظيمة عند السماع الراض وعند نزول المطر فمن الأسكار التي تقال عند سماع الراض أولا تقول كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث عن سالم ابن عبد الله بن عمر كان سماع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث كان يقول عند سماع الرعد سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ده يوافق الآية اللي موجودة في صورة الرعد ده فيه صورة اسمها الرعد خلي بالك صورة كاملة لأن الرعد ده انذار من رب العميس سبحانه وتعالى آية عظيمة من آيات الله وكان سيدنا عبدالله بن الزبير يقول عندما يسمع الحديث صححة الإمام بخاري سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته يقول هذا لأن ربنا يقول ليه في صورة الرعد سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خلفته ويرسلوا الصواعق فيصيبوا بهم ما يشاء وهم يجادرون في الله وهو شديد المحال بلكلف صورة الرعد سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خلفته ويرسلوا الصواعق فيصيبوا بهم ما يشاء وهم يجادرون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق وتقول أيضا اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك من أدعية العظيمة سمع صوت الرعد الرعد من الوعيد من رب العميس سبحانه وتعالى الأهل الأرض وعلي بعد ما تقول هذا الزكر لذلك سيدة وباع ابن كعب قال مرة الضعاء دا كان سيدة عمر وخطب قاعد قال له سمعت رسول الله يقوله ذلك قال له وما لك لم تقول لنا قبل ذلك لماذا لم تعلمنا سيدة عمر وخطب يقول له ما قلتلناش فيه الكلام دا قبل كده ما لنت عارفه شوف صحابة بيتعلمهم من بعض سيدة عمر وخطب يقول له ما قلتش له يقول لي وي ابن كعب لماذا سكدت ما قلتلناش نقول ما قلنا قلنا إسمع الرعد فما تسمع الرعد تقول اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعلي أنت أقول إن هذا من الوعيد الشديد لأهل الأرض إن هذا من الوعيد الشديد لأهل الأرض ففي فأل كبير من اللي يتعز بآيات الله وبالسنن الكونية واللي يتمر عليه ولا يتعز ولا يعتبر ودي من الأسكار المهجورة لإحياء السنن وأيضا من السنن التي تسبح روي عن رسول صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم الرعد فسبحوا فسبحوا ليه؟ الرعد بيسبح إنت ما تسبحش سبحان الله دي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خفته فإذا دي آية من آيات الله وفيها تخويف لأهل الأرض يبقى لازم نسكر ربنا ونسبح سأيت إذا سمعتم الرعد فإيه أحسن تسبح نقوله سبحان الله بحمده مصدقا للآية يسبح الرعد بحمده يبقى سبحان الله بحمده إن شاء الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث سبحان الله بحمده الوحدة منها تعدل انفق جبل ذهب في سبيل الله صدقا الحديث سكره لصحاها الإمام الألباني من هاله الليل أن يكابده وباخله بالمال أن ينفقه وجابنا عن العدو أن يقاتله فليكسر من سبحان الله وبحمده فهناء أحابه عند الله من إنفق الورق والذهب وأحابه عند الله من إنفق جبل الذهب في سبيل الله طب ربنا بيقول يسبح الراعض بحمده يسبح بحمده يقول سبحان الله بحمده يسبح الراعض بحمده والملائكت من خيفته ويرسل الصواعق فيصيبوا به ما يشاء وهم يجادون في الله ويشيد المحل يبقى يبقى يقول سبحان الله بحمده واللهم لا تهلكنا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك إن هذا من الوعيد الشديد لأهل الأرض ليه عارفين ليه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الراعض ملك من ملائكة الله بيده مخاريخ من نار يسوخ بها السحابة حيثه ما شاء وعبد الله بن عباس قال إن الصوت الراعض ده عبارة عن الملك بيضرب بيضرب السحاب ده بالمخرق من نار لمعادة فيصدر هذا السوت الشديد ده في أحد الروايات وفي رواية تانية عندما سأل عن الرعض قال الرعض قال عندما سأل عن سؤل عن البرق قال لهم البرق ده ملك يطراءة يعني عبارة عن ملك بإحنا متشوفه في السماء يعني إحنا متدرش نشوف الملك لكن بإرادة الله لما بتشوف أنت النور في السماء ده ده عبارة عن ملك بإذن الله يطراءة للناس آية من آيات الله فلما اسأله قالوا صوته قالوا صوته هذا الصوت الذي نسمعه قالوا صوت الملك من شدة غضب الله أو من شدة غضب الملك الملك بيقضب غضب شديد فيزقر أو يجقر في النسبة على صوت الرعض يبقى ساعات الصوت ده بيبقى من ضربة شديدة للمخرق من نار اللي مع الملك بيضرب بها السحاب وساعات بيبقى صوت الملك غضبا لله أو من ظنوب معاصي أهل الأرض لذلك ساعات السواعق بتنزل تهلك ربنا يقول فيصيبوا به ما يشاء فيما بالخير يما بالقتل ممكن أراضي تتحرق بلد تتحرق بسبب سبسعيقة واحدة تنزل من السمام لذلك رب العميس سبحانه وتعالى يقول هم جادون في الله وهو شديد المحال أيضا عندما ينزل المطر تقول كما قال رسول الله سبحانه اللهم صيبا نافعة الشربينا بيقول يصيبوا به ما يشاء فيمكن يكون الصيب ده مفيد وممكن يكون مضر وتقول أيضا من السنة تقول أيضا اللهم حوالينا لا علينا لما ينزل المطر اللهم لا حوالينا لا علينا اللهم على الأكام والضراب وبطول الأودية ومنابت الشجر يعني نزل المطر ده على الأكام قمم الجبال والطلال والضراب وبطول الأودية عشان بطن الوادي الماء يضغوص في الوادي ما تصيبش الناس وبطول الأودية ومنابت الشجر اللهم لا حوالينا لا علينا فكل الأدعية دي والأسكار دي تقال عند سماع الراط وعند نزول المطر وهو يعطيك ضائع وهو يعطيك ضائع وهو يعطيك ضائع لفرصة ارفع يدك وضعه يعني أباب السماء تفتح عند نزول المطر أباب السماء بتفتح فارفع يديك وضعه الله سبحانه وتعالى بما تشاء بعد أن تقول هذه الأسكار ويكون أحرى أن تقبل دعاء يعني إليك اعتبرت وضعصت وخفت وقلت الأسكار ساعة الرعد وساعة المطر بعد رفعت إديك وضعيت يمر بلا يستجيب سبحانه وتعالى فأنا أكتب لكم كل الكلام ده في الوصف بتاع الفيديو انسخون شؤون وشهاد العلمي في ثوابا عظيم العلم علما فإنه أجر من عامل بيهم القيامة لا أقل زلك من جنش أنت وشيش تفق للجرس واشتراك في قناة لسلاك من كل جديد وساعدوني عشر سنة طرقية كل قول هذا أستغفر الله لي ولكم